السلام عليكم وياكم دكتور علي محمد وهذا الجزء من الفيزياء الخاصة بالكارديوباسكولر راح نتكلم عن فكرة كلش بديهية وكلش منطقية وكنا سامعين بيها يلي هو قوانين حفظ الطاقة وقوانين حفظ المادة اهنا راح نطبقها نسميها قوانين حفظ الفلوريت او معدل الجريان فكرة كل السهلة انك انت لو عندك انبوب هذا الانبوب باختلاف بالقطر يعني مرة يكبر مرة يصغر وبعض النظر ان انبوب مو منتظم وانت منها الجهة دخلت فلود بمعدل معين نسميه الفلوريت يعني معدل جريان كمية دم او سائل انت دخلت من جهة منطقيا الكمية اللي هتخرج من الجهة الثانية نفسها يعني من دون خلينا نعتبرها من البديهيات من دون ان تحتاج بروف هاي يعني من دون ان نحتاج ان احنا نبر هنا لأن مستحيل انت راح تطلع كمية اكبر او اقل فلما انت عندك شريان معين وهذا الشريان بدي يسوي تفرعات وتكبر مساحته وتقل مساحته ومن راي يسوي توسع ومن راي يسوي تقلص ككمية فاقتا اذا شن اللي يختلف راح يختلف عندنا فكرة السرعة مالتة هل حيمشي سريع لو حيمشي بطيع فشن راح نعرف انه يمشي اسرع لو ابطاء نذكر فكرة الصندة المثال المشهور لما انت ترش الحديقة بالصندة ما لتكم وبعدين تريد السرع المي فش سوي تدوس الصندة شوي انت من تدوس هجل سوي تتقلل المساحة تتقلل الكروس سيكشن يعني الاريا الكروس سيكشن المقطع المساحة المقطع راح تقللها فبالمقابل حزيج السرعة هذا الكلام هم منطقي يعني لو انت تجيب انبوب والصغرة للانبوب هنا مساحة معينة وهنا مساحة اقل مبدئيا كمية الدم اللي دخل نفس كمية الدم اللي يخرج او السائل هذا منتهي من عنده لان قانون حفظ نسى قانون حفظ المادة نفس هنا قانون حفظ الفلوريت نفس الفكرة يبقى هنا شنو حيمشي بطيء على اعتبار شنو على اعتبار انه عنده هواية مجال يمشي فراح يمشي ببطء هنا عنده مساحة صغيرة فراح يطلع اسرع بس ها هي كل الفكرة من هذا القانون هذا القاعدة يسموها برنولي اكويجين معادلة برنولي طبعا اللي يتذكر ايام الفيزي احنا ما اخذيها قبل بالاعدادية قانون برنولي يذكر هاي الفكرة فاللي يريد نستنتجه شنو انه لما نتقل المساحة السطحية او عفوا مو المساحة السطحية مساحة المقطع يعني من يصير لما الارتر يكون اصغر السرعة المفروض تكون اكبر هذا اللي احنا رح نتعامل ويا فنشوف القانون شو يقول لك يقول لك بالاعتبار انه البلاد يعني السائل هذا لا رح تقدر تدوسه ولا رح تقدر تتمدده يعني الثائل رح يندفع هذا القصد احنا فالطاقة الحركية والطاقة الكاملة الطاقة الحركية اللي هي نصف بعض الجامعات ذكره هاي القوانين صراحة زيادة هنا ما مذكور والبوتينشيال اللي هو الطاقة الكاملة ما ندخل بهم لان هنا صراحة هذا القانون هو معادلة اصعب من هاي المكتوبة هنا يعني بيها طاقة كاملة وطاقة حركية يعني بيها لو انه هذا الشريان بنفس الوقت هو كان هيتشو نزل ليه جوه فتغيرت الطاقة الكاملة على اعتبار الارتفاع تغير هذا اصلا معادلة كفيزيا بس احنا بالطب متهمنا بس هو اش سوه هنا لان ما اخوذ المحاضرة كفيزيا في ذاكرها ولا هذا الكلام طبيا ما يهمنا هذا كلام فيزيا لان احنا ما عندنا فكرة هذا الشريان ياللي اوكي صح ينزل ويصعد بس التمالح تقدر تاخذها بنظر الاعتبار بالقوانين ملخص الفكرة هذا كلام يقري كفيزيا كفيزيا فقط لان حتى تقول لكم بنوري معادلته مو بس تقول لك اذا كان الشريان داي صغر او داي كبر انما تقول لك هاي بالنسبة للطاقة الحركية يقول لك اذا كان هو داي كبر وبعدين داي صغر ويصعد وينزلهم يعني بهذا الشكل مثلا داي يصعد وينزل فهنا السرعة مو بس لا تتأثر بالمقطع لا تتأثر نسبة الجاذبية اللي هو سموها الطاقة الكاملة الـ Potential Energy اللي هي تحدد الارتفاع مثل طوبة بالسطح وطوبة بالأرض ياهي الطاقة الكاملة أعلى أكيد اللي على السطح على اعتبار انت بس تتفاعها هتنزل فنسي الشي هنا السائل يعني يقول لك السائل من حييجي يمشي بهاي المشي رح يتأثر بالارتفاع مالتا فهذا أصل قانون الفيزيائي هذا احنا ما يهمنا نحنا ليهمنا شنو انه نازم يبقى Unchanged ما يتغير throw out the system أو throw out system خلال السystem من النظام كلما يتغير فهاي الكونسبت هاي الفكرة يسموها conservation حفظ continuity حفظ الاستمرارية حفظ الاستمرارية هو قاعدة برنوري نفسها حفظ الفلوريت معادل الجريان أو الاستمرارية مثل قوانين حفظ الطاقة وحفظ المادة يعني القوانين الثابتة ويرل من الفلو اللي هو اللي يسموه الـ Q هذا الرمز ما الـ Flow الـ Q individual is constant ثابت هو معنى قانون حفظ معنى تيبقى ثابت من أقول حفظ المادة يعني المادة ثابتة حفظ الطاقة الطاقة ثابتة حفظ الـ Continuity أو حفظ الفلوريت معناته الفلوريت يبقى ثابت يلي هو الـ Q يعني الـ Q بالبداية والـ Q بالأخير ثابت هذا ينعطي بمعادلة برنوري معادلة برنوري يشي تقولك يتقولك A1 في V1 يساوي A2 V2 هذا سهل لو فهمناه حسب القاعدة يعني هسا راح أشتقلكم منين إجاب هو سهل أنتوا تشوفوا أنه كل سهل المساحة في السرعة يساوي المساحة في السرعة فأكيد إذا قلت المساحة هتزداد السرعة وإذا زاتت المساحة هتقل السرعة نفس ما رسمنا بالبداية فأي المعادلة سهلة بس يعني إذا ريد نفهمها أكثر فراح أشتقلكم إياها مننا اللي هو الـ Q هو الـ Fluorate يعني إش قد يدخل اللي هو الحجم على الزمن حجم الدم اللي داي يدخل على الزمن لازم يكون constant لازم يكون ثابت لازم هذا ما يتغير هاي الـ A هي الـ Area والـ V هي الـ Velocity اللي هي السرعة فلو نجي نشوف الـ A هي المساحة أو عفوا خلي أشتقلكم ياها من هذا القانون هاي المعادلة هي المبدأ هي هذا مبدأ برنولي أنه إحنا ده نفرض ده نقول أنه الـ Q اللي هي الحجم نسبة للوقت يعني كمية الدم اللي داي يدخل بالثانية الوحدة المفروض نفس كمية الدم اللي يخرج بالثانية الوحدة هاي هي الفرضية مالتنا حولناها بصيغة رياضية صارت بهذا الشكل أنه الحجم اللي يدخل بوقت معين المفروض ثابت لأنه هو نفس اللي هيطلع بوقت معين وبأي منطقة من هذا الـ Tube أو البلد فيزلز أو البوري أو الصند بأي مقطع تاخذه المفروض المفروض ثابت فرح نيجي نقول الفوليوم الأول الحجم الأول أو الفوليوم على الـ Time ثابت الفوليوم الشي يساوي هو المساحة مع المقطع في المسافة في D اللي هو ما كاتبها بس هي المسافة على الـ Time صح؟ يعني تبكى استوانة الحجم هو شنو المساحة المقطع في D اللي هو طولة الاستوانة هاي دي على الـ Time هي نفسها السرعة السرعة هي شنو مو مسافة على وقت فطلع هذا القانون فهذا القانون هو نفس هذا القانون ماكو فرق بس ما رقل لك حجم على الوقت هذا حسب التعريف من نريد نتعامل وياب صيغة فيدنا اللي هو فكرة المساحة وفكرة السرعة يعني هذا هذا كلام احنا همنا أكثر يعني نقدر نتعامل وياب كطباء أكثر لمن نجاقل مساحة مقطع يعني نجاقل يعني سرعة الدم اللي أنا يهمني أنه أحسبها بينما نجاقل حجم الدم يعني شنو حجم الدم اللي عبر منطق معين الشيء من كلا قيسة فهذا القانون نفس هذا القانون مجرد هذا اشتقاقه من فوق ما رقل يدوقكم بالتفاصيل يعني تم مطالب تعرف منين إجا بس يعني مطالب أنك تفهم تفهم أنه الحجم على وقت معين بقى ثابت على طول هذا الشيء نحتاج نعرفه الـ Q هو هو الفلوريت الـ A هو الـ A هو الـ V هو الـ Velocity هذا احنا نعرفه نجي للـ Application اللي هو التطبيق نقول مثلا الـ V بالكابلاري سوى 1 مليمتر للثانية بينما الـ V بالأيورتا هو 45 سنتيمتر بالثانية سوى واحد منكم رح يسأل أو مو رح يسأل المفروض يقول أن الكابلاري سرعتها أقل من سرعة الأيورتا إذن ياهو المساحة أكبر أكيد مساحة الكابلاري أكبر من مساحة الأيورتا ونرجع للمبدأ اللي ذكرناه بالمحاضرات السابقة هذا المبدأ فكرة أنه مجموع المساحات مال الكابلاري أكبر من مساحة الأيورتا واضح فإنما منا نستنتج أنه نقول لك الكروس سكشنال آيريا مال الأيورتا هو سمول أصغير مقارنة نبمنه بالتوتال بالمجموع الكلي الكروس سكشنال آيريا مال منه مال كل الكابلاري ما رح نأخذ كابلاري واحد رح نأخذ كل الكابلاري ما الجسم نقول نجمعهم سوى نشوف أنه الكروس سكشن آيريا ما لهم كلش أكبر هاي اللو فيلوسيتي هاي السرعة القليلة إن كابلاري اللاز تسمح تسمح لنا بوقت على موضة الدفيوجن ما الجاز الأوتو والسي أوتو هذا الرسم عظيم يوضح لنا آيريا من الأيورتا إلى أن نروح آرتري آرتريول كابلاري فينيول فينز وفينكابا يلي هو أخير فين نشوف الفكرة نشوف أنه الأيريا تبدي تكون صغيرة وبعدين تصعد كلش بالكابلاري وتنزل السرعة اش هيصل لها بالمقلوب تمشي بالضبط عكسها يعني هذا الأي وهذا الـ إش قد تكون الأي قليلة الـ عالية إش قد تكون الـ قليلة الأي أعلى وهكذا هذي هو اللي تهمنا من هذا الموضوع لهنا كمل هذا الموضوع خلاص يعني حسنا رح ناخذ موضوع ثاني اللي هو اللي دخل بالفيسكوسيتي منا أريد نستنتج فكرة الفكرة الأولى هي أنه السرعة راح تقل بالكابلاري هاي فكرة لقم واحد يعني اكتبوها هنا لأفكار الطبية أنه السرعة تقل بالكابلاري وبما أنه حتقل ف راح يصير مجال للتبادل الأكسجين أكثر هاي فكرة رقم واحد فكرة رقم اثنين شنو أنه لو أنت قللت المساحة المقطع مال الشريان أو وسعتها مثل ما يصير توسع وتقلص بالشرائين السرعة ستتأثى هاي النقطة يعني اللي أنت المفروض تستنتجه من قانون برنولي البقية الكلام هو يعني مفروض معادلة برنولي ما تحسها صعبة يعني ما أشوفها صعبة أبدا أحسها كليش common sense ومنطقية إن شاء الله يكون الموضوع